ما أهمية هذه الجبهات اليوم نهم والجوف وأيضا مأرب المشتعلة في هذه الأيام أهمية الاستراتيجية للجيش الوطني وأيضا الميليشيات الجيش الوطني هو يسيطر على نهم نهم جبالها إذا صعدت إلى جبل من جبال نهم أنت ترى مطار صنعة نعم ترى وسط صنعة وسط العاصمة صنعة فهي قريبة بكيلوهات فهي استراتيجية جدا استراتيجية جدا يعني المعركة أنا أقول لك حقيقة والشعب اليمني يعرف هذا الكلام أن التحالف العربي اليوم لو سمح للجيش الوطني بدخول صنعة لدخلها لأنه لم يعد لديه إلا عدد كيلوهات فقط يصف فيها وينظفها ويدخل على طول ويسيطر على مطار صنعة وأغلب الوزارات الحكومية والمنشئة الحكومية ووزارة الاتصال والبليد المركزي ووزارة وكالة الأنباء والتلفزيون اليمني كله لا يبعد عن المطار ب2 أو 3 كيلو يعني كل المنطقة التي حول المطار هي المنطقة الحكومية التي كانت أهلة بالمؤسسات الدولة فيستطيع أو يستطيع الجيش الوطني أن يسيطر على العاصمة صنعاء في غضون أيام فيما لو ترك ولم يضرب من الطيران الإماراتي من الهواء نحن نعلم عندما أراد الجيش الوطني أن يذهب إلى عدن يدخل عدن وعدن ليس فيها حرب مع الحوثي مباشرة ضربه الطيران الإماراتي وصار ضحيته 300 جندي وهذه مصيبة كبيرة جدا يعانيها الجيش الوطني وتعانيها الجمهور الياليمانية من قبل دولة الإمارات ترجمة نانسي قنقر